اشتركوا في القناة طبعا الآن القمر موجود في منزلة الصرفة موعد بث الحلقة له مساء يوم الثلاثاء وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.52 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر وطيلة النهار يوم الخميس رح يظل في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج وبعدها القمر يعني بنتقل اللي هو الساعة 31 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا منزلة السماك الأعزل فرح نحكي عنها في حلقة القد إن شاء الله بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج العذراء معناته منعود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تاثراتها لغاية يوم 17-1 بتعزز الخيال الخصب عنا في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وتاثراتها هاي لغاية طبعا يوم 11-1 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضو بإمكاننا نعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون طبعا ذروتها الساعة 37-36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون ذروتها الساعة 27-57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون ذروتها الساعة 9-16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثير هاي الزاوية بيبدأ من ساعة العصر وبيستمر حتى صباح اليوم الذي يليه اللي هو يوم الخميس هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبرضو ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن بالأمور اللي إلها علاقة بالعيون اللي هم اللي بيعملوا قص حوال الأمور اللي إلها علاقة بالحاجب أو هاي يعني ما بنصح فيها كثير خلال هذا اليوم يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العدرة معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 12 واحد بيبدأ خلو المسار ساعة 11 وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح الجمعة يعني لغاية الساعة 2 و56 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمره 19 يوم في تمام الساعة 6 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 77% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 20 واحد سعيد الآن هو بنسبة 100% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 85% القمر في العدرة حتى يوم 13 واحد منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة الفجر بصير سعيد بنسبة 45% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% أما في ساعات المساء فبترجع نسبة السعادة لـ 45% عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 واحد سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع لآخر يوم طبعا بكرة في حلقة الغد رح نحكي عن انتهاء التراجع منتحس بنسبة 5% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% فرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حاضروا التبذير ممكن تعلجوا مسائل مالية وممكن تجدوا بعض الحلول لأمور العلاقة بالفوتير المتوجب عليكم برج الثور ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشاككين طاقتكم ما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجاز فعشان هيك بتكتابروا وتنشطوا اليوم في كثير من المسائل لأن الحظوظ بتدعمكم برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وتوقف للتفكير عن التفكير شوي هيك لأنه ممكن تفكيرك يشطح فيك كيك تروح لأنت مفكر بكوارث وهو ما فيش ولا أي شيء ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل ناقش بليونة تامة برج السرطان بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات اليوم ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم إنكم تعززوا العلاقة مع الإقوة ومع الجيران بتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل بتكون قوية جدا فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو للترويج لشيء معين أهم شيء أنك ما تكثر من مطالبك وتجنب أنك تعتمد أسلوب فض أثناء الحديث بدك تضبط أعصابك ويبتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بفتح لكم مجال الفرص المالية اللي بتيجي أغلبها مكاسب من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اتناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم برج العذرة ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الإجتماعية اليوم ممكن تحسم أمر أو تقرر على شيء جديد أو تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما ابتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان برج الميزان فهي فترة فيها إرهاق وتقاعص ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة الأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة وقد يتطلب منكم اليوم هذا خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لكم فرصة غربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك اليوم تظهر انفتاح واهتمام أكثر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهميش أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا قدر الإمكان من الحوادث لأنها مش يعني بدها انتباه أكثر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معاكم ممكن تفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة ممتازة خلال هذا اليوم أو تتلقى إشارة إيجابية تعتبر هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخفقوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك خلال هذا اليوم ممكن تنشغل بمسائل مالية أو بعض الأمور الصحية أو العائلية باستطاعتك بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة دقيق بالعقود والأوراق قبل التوقيع عليها وحاول أنه حتى لو بدك تشتري أجهزة تفقد كفالتها وتفقد القطعة قبل ما تستلمها برج الحوت طبعا بالنسبة لموليد برج الحوت هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اليوم ممتاز جدا للأمور الشراكة للمصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشركاء أو تعزيز العلاقة معهم ولكن بتكون تحذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأيا كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المسؤول أو مدن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء